والرد الإسرائيلي الشهر الماضي قال وزير الخارجي الإسرائيلي أنه إذا فشل العالم بسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني فإسرائيل ستفعل السؤال هنا كيف ستفعل إسرائيل وما غايتها أصلا هل إسرائيل تتخوف من إعادة سيناريو 7 أكتوبر على الجبهة الشمالية يعني شوفي حضرتك إسرائيل واضح تماما بنيمين نتنياهو يعيد تقييم بعض السياسات أو القرارات التي اتخذها قاد إسرائيل سابقين حدث ذلك في حماس وفي قطاع غزة وهو قال وانطقت شارون على هذا الانسحاب أحد الجانب في 2005 وهو أيضا الآن يمد هذا التقييم أو أعادة التقييم إلى الساحة اللبنانية بمعنى أن الانسحاب من لبنان أيضا يراه بنيمين نتنياهو لم يكن موفقا وبكل تأكيد ما تشير إليه حضرتك أن الانزعاج أو السابقة التي حدثت في قطاع غزة وما قامت به حماس بكل تأكيد يخلق الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بحزب الله لأن حزب الله منذ اليوم الأول أعلن عن جابة إسناد إلى غزة واشتبك في هذه الحرب بشكل أو بآخر ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة جدا من سكان الشمال الذي وضعهم أو وضع إعادتهم مرة أخرى إلى مناطقهم آمينين كهدف من أهداف هذه الحرب بهكذا فعل بن يمين نتانياهو وحتى تصبح هذه المنطقة آمنة لابد أن تعود يعود حزب الله إلى غرب الليطاني أو بكل تأكيد أن يعود إلى مسألة نزع السلاح وتحييد هذه المنطقة تماما هذا هو الذي يؤمن شمال إسرائيل بشكل واضح جدا إساة ترجمة نانسي قنقر